السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه عاملين ايه? اه معاكم محمد طارق. ان شاء الله هنتكلم النهاردة على الفروع الغير مستقلة. في مادة المحاسبة في المؤسسات المالية. ان شاء الله الجزء ده على حسب كلام الدكتور. اه جزء ده معنا لطلبة نظامي داخل معنا في الميتر. اه ان شاء الله الموضوع بسيط. اه في حاجات صغيرة بس كده هنبدأ نفهمها مع بعضينا. اه وصلت لكم تمام? الموضوع هبقى سهل جدا وبسيط جدا. بوش اي مشكلة خلص. تمام? طيب. اه هنتكلم نهاردة على الفروع الغير مستقلة. طيب في حاجة غير مستقلة? اه في عندي فروع مستقلة. بس الفروع المستقلة مش معنا دلوقتي في الميتر. طيب. طيب ايه الفرق ما بين الفروع الغير مستقلة والفروع المستقلة? يعني اصلا فروع. اساسا يعني. طيب. دلوقتي انا عندي عشان الموضوع يوصل بمنتهى البساطة. انا عندي دلوقتي اه شركة. الشركة دي فتحة اه محلات في اكتر من منطقة. في اكتر من منطقة يعتبر كل واحدة من دول فرع. بمعنى عندي مثلا انا صاحب شركة فعندي محل اه فتحه في الهرم. فانا عندي بحل فرع الهرم. اه فرع فيصل. اه فرع اه مثلا فرع الجامعة. اه فرع الطلبية. الى اخره يعني. اكتر من منطقة. فرع زايد وهكذا. فبالتالي الكيان اللي هي الشركة عندها تحتيها اكتر من اه من فرع. طيب. فبالتالي احنا قسمنا الفروع دي الحاجة اسمها فروع غير مستقلة وفروع مستقلة. طيب. عشان نفهم الفكرة غير مستقلة من اسمها. يعني انا مش مش ما بقدرش اشتغل لوحدي. انا تابع. تابع للشركة اللي هي الكبيرة بتاعتي دي. اه كل حساباتي. المعنى كده ان كل حساباتي. و اه و كل المستندات الى اخره اللي بيمسكها المركز الرئيسي. فمعنى كده الشركة اللي هي الكيانة الكبيرة اللي هي صغيرة. او يعني نسميها محلات صغيرة. المحلات دي اسمها فروع. فروع دي ممكن تبقى مستقلة او ممكن تبقى غير مستقلة. طيب. اه حتة نظري كده على حسب الطريقة اللي بتدار فيها او بيدير بيها المركز الرئيسي ده. هل الطريقة المركزية ولا اللي مركزية. لو طريقة مركزية تمام. فده كل الحاجات بتتم عن طريق المركز الرئيسي. لو فيه شغل بيحصل في الفرع في الفرع فاللي بيسجل القيود اللي مسك المستندات المحاسبية والنظامية والدفاتر وكل الكلام ده هو المركز الرئيسي. تمام. فالتالي الفرع ده فرع غير مستقل. والطريقة اللي بتدار بيها الطريقة المركزية. طيب الطريقة اللي مركزية. لا. انا عندي مركز رئيسي. تمام. مسؤول عن حاجة معانة. والفروع اللي تحتها اكنها كيانات اكنها شركات لوحديها. كل كيان من دول او كل فرع من دول بيضار يعني من قبله. وهو اللي بيمسك الدفاتر المحاسبية والمستندات. وهو اللي بيعمل القيود المحاسبية الى اخيره. فده في ظل الطريقة اللي هي اللا مركزية. طيب. خلينا نبدأ لدينا النهاردة في الفروع الغير مستقلة. عندي علاقة بين طرفين. اللي هو المركز الرئيسي والفرع. يهمني جدا المعاملة اللي بتتم عن طريق ارسال البضايا. المركز الرئيسي. هيبعد بضاعة للفرع اللي هو الغير مستقل. التفاعل قبل كده في الاقسام. اننا ممكن قسمي حول بضاعة القسم بتلت اسعار اللي هي بالتكلفة او البيع والتكلفة المعلقة. نفس الوضع المركز الرئيسي ممكن يبعد بضاعة للفرع الغير مستقل بتلت اسعار ممكن بالتكلفة وممكن بالبيع وممكن بسعر التكلفة المعلقة. في كل طريقة من دول او كل سعر من دول هنطلق نتيجة الاعمال. هنعمل حساب للمتجرة وهنعمل حساب البعض الخسائر بس بمسميات مختلفة. تعالوا نشوف في سعر البيع او البضاعة لما تجي تبيعت للفرع الغير مستقل بسعر التكلفة. انا ممكن اعمل ايه? طبعا دي الحسابات اللي هي المفروضتكم موجودة في الفرع بس احنا في طريقة التكلفة دي الحسابات اللي معنا اللي متعلمة بالاصبر. هنطلع حاجة اسمها حساب بضاعة مرسلة للفرع. هنشوف البضاعة لراحة الفرع قد ايه بالزمت. مش انا المركز الريسي ممكن يبعد بضاعة. ممكن اردله بضاعة. رجع له مرتجعات. فالفرق بين الاتنين هو يديني حساب البضاعة. بعد كده بعمل حاجة اسمها حساب بضاعة الفرع. ده بين كسين كده اللي هو حساب المتجرة. يبقى حساب المتجرة اللي احنا هنطلعه اللي هو اسمه الدلع بتاعه حساب بضاعة الفرع. اخر الحساب احنا عارفينه ونيجي نطلع نتيجة الاعمال اللي هو حساب ارباح او خسار الفرع. تمام? تعالوا نشوف شكل كل حساب من دول عامل ازاي? اه دي حساب بضاعة الفرع اللي هو ايه? اللي هو احساب المتجرة. ده في ايه? اه التقديم بالنفس الحقيقة للبدود اللي احنا كنا شغلنا عليها بل كده بس ايه? يعني المستمات بتختلف شوي. الجانب المدين بنحط فيه بضاعة اول المدة. الجانب الدايم بنحط فيه بضاعة اخر المدة. الجانب المدين بنحط فيه المشتريات. تمام? بنحط فيه المشتريات. المشتريات دي هنا ما اسمهاش مشتريات بقى اسمها بضاعة مرسلة للفرع. المركز الرئيسي بعد بضاعة للفرع. دي تعتبر زي المشتريات. فبنسميها نقول بضاعة مرسلة للفرع. طيب انا رجعت بضاعة للمركز الرئيسي اللي هي مرض وضاط المشتريات بتحط في الجانب الداين اسمها بضاعة مرتدة للمركز اللي هي مرض وضاط المشتريات في الجانب الداين بحط المبيعات هنا مبيعات نقدية مبيعات آجلة إلى آخر ده في الجانب الداين لو الجانب الشمال طب في الجانب المدين لو عندي هنا مرض وضاط مبيعات بحط مرض وضاط مبيعات في حاجة تانية طيب لو عندي مصاريف بضع أو مصاريف شرا بحط مصاريف الشرا في الجنب المدين هي مشكلة وببدأ أرصد لو الجنب المدين أكبر من الجانب الدائم يبقى الفرق هنا فصارة يعني لو هنا مئة ألف لو هنا مئة ألف لو هنا مئة ألف مثلا وهنا تمانين ألف يبقى الفرق هنا عشرين ألف هنا نحط أخصارة طيب لو هنا الجنب ده بي مئة ألف والجنب ده تمانين ألف فلازم الجنبين يبقوا مئة ألف فحط هنا عشرين ألف يبقى عندي مجمل ربع ده كلام مش جديد يعني فلنقبل كده طيب الحساب التاني اللي هو بضاعة مرسلة للفرع حساب البضاعة المرسلة للفرع ده قلتلك ايه اللي جالي وايه اللي ترد من عندي أنا جالي يقدي جالي بضاعة بحط في الجانب الشمال بضاعة اللي جالي من المركز الرئيسي وليكن مثلا بمئة ألف جنيه ورجعت بضاعة في الجانب المدين بضاعة للمركز بعشرين ألف يبقى أنا صافي من اشترياتي أو صافي ده دخلي كام عشرين ألف هيتحط هنا هيتحط هنا عند حساب المشتريات في أصافي اللي دخل للمركز اللي هو بتحط في حساب المشتريات تمام آآ تمانين ألف جالي مئة ألف بباعة رجعت عشرين ألف بباقي تمانين ده اللي جالي فيش مشكلة فيه طيب حساب أرباح خسائر مش احنا هنا كنا كسبانين طلالي مجمل ربح بيتحط في حساب أرباح خسائر لو كان مدين هنا بيتحط في الجنب الشمال الدايم طب لو كان خسارة لو الناتج كان هنا خسارة هنا مجمل خسارة بيتحط في الجنب المدين بحط هنا مجمل خسارة الجنب اليمين كل المصاريف سواء كانت إيجار أجورة ومرتبات خصم مسموح به ديوم معدومة إهلاك أصول سبتة تمام فوايد مدينة هنا ممكن أحط برضو أي إرادات تانية زي الخصم المكتسب فوايد دينا أو أي إرادات أخرى للفرع أجمع المصاريف وأجمع الإرادات لو المصاريف أكبر يبقى عندي صافي خسارة لو الإرادات أكبر يبقى عندي صافي ربح فيها مشكلة؟ نفقاش أي مشكلة؟ خالص طيب تعالوا نشوف مثال على لما يجي المركز الرئيسي يبعد بضاعة للفرع الغير مستقل وهو قال لك فرع غير مستقل بسعر التكلفة بيقول لي هنا بضاعة أول المدة 72 ألف بضاعة مرسلة للفرع بـ 80 ألف بضاعة مرتدة للمركز الرئيسي 20 ألف مبيعات نائدية 100 ألف بضاعة آخر المدة 5 ألف بضاعة مرتدة من المبيعات بـ 20 ألف خصم مسموح به بـ 3 ألف مصروفات إدارية بـ 1000 ألف خصم مكتسب بـ 1000 ببيعات آجلة 120 ألف المطلوب طلع لي الحسابات دي طلع لي حساب بضاعة الفرع بضاعة مرسلة للفرع حساب أرباح وخسائر الفرع تمام؟ طيب خلينا نبدأ نعمل حساب بضاعة الفرع اللي هو المتجرة حساب المتجرة كان فيه إيه؟ تعالوا نشوف حساب بضاعة الفرع مشانا كنتم بحط في الجنب اليمين بضاعة أول المدة تعالوا نشوف بضاعة أول المدة بكم؟ بضاعة أول المدة بـ 72 ألف هذه 72 ألف طيب بضاعة مرسلة للعميل بضاعة مرسلة للفرع البضاعة مرسلة للفرع دي في الجنب المدين أكنها مش تريط بـ 80 ألف بضاعة مرسلة للعميل بـ 80 ألف تمام بعد كدة بضاعة مرتدة للمركز الرئيسي بـ 20 ألف دي أكد نها مرض وضعات مشتريات بـ 20 ألف أي بضاعة مرسلة للمركز الرئيسي أو مرتدة بـ 20 ألف تمام طيب عندي مبيعات نقدية بـ 100 ألف دهك مبيعات في الجنب الشمال دي 100 ألف عندي هنا بضاعة آخر المدة 5000 آخر المدة في الجنب الشمال بضاعة آخر المدة بـ 5000 عندي تاني بضاعة مرتدة من المبيعات الآجلة بضاعة مرتدة من المبيعات الآجلة دي مرض وضات مبيعات بتحط في الجنب المدين بـ 20 ألف طيب عندي خصم مسموح به الخصم مسموح به لو طلقنا فوق هنعرف أنه بتحط في حساب الأرباح والخسائر مصرفات الإدارية نفس النظام في حساب الأرباح أو الخسائر الخصم المكتسب برضو في حساب الأرباح والخسائر طيب المبيعات الآجلة معايا في الجنب الشمال في حساب بضاعة الفرق او بمية وعشرين الف طيب ايه اللي ممكن يحصل بعد كده بجمع عشان اطلع مجمل الربحة او الخسارة بجمع الجانب اليمين طريعه لمية اتنين وسبعين الف بجمع الجانب الشمال طريعه لمتين اربعة وخمسين الف يبقى لازم اللي اتنين يساوي بعض يبقى الجنب اليمين برضو لازم يوصل لكام متين خمسة واربعين الف هدي امتين اربعة وخمسين الف ايه المكمل هنا هتحط في الجانب اليمين هنحسب هنجمع دول ونتراحهم من ده هيديني تلاتة وسبعين الف ايه تلاتة وسبعين الف دول يا ابو حميد دول اسموهم مجمل اسموهم مجمل ربح ده بيروح في حساب ايه عساب ارباح او خسائر بتروح فين حساب ارباح الخسائر يبقى انا عندي لو طلب ايه هو مجمل ربح ايه هو مجمل الربح اقول له تلاتة وسبعين الف ده مجمل الربح بتاعي طب تعالوا نشوف بيقول لي تلعلي اعمل حج حساب البضاعة المرسلة انا شريت بقديه الخلاصة انا كنت مشتري بكام بضاعة المرسلة للفرع بتمانين الف الجانب الدي ادي البضاعة المرسلة بتمانين الف رجعت كام رجعت بضاعة بي عشرين الف ادي مرضوضات بضاعة مرتدة للمركز بعشرين الف ادي هنا عشرين الف لازم جانبين يسوي بعض فدي عشرين ودي تمانين يبقى عاني الاجبر التمانين يبقى انا هنا احط ايه لازم اخليها تمانين طب ايه المكمل؟ ستين الف الستين الف دول اللي هما ايه اللي هما المشتريات اللي هما ايه المشتريات ده الصعفي بتاعي فيها مشكلة؟ طيب نطلع حساب ارباح او خسار الفرع حساب ارباح او خسار الفرع ببدأ هنا ايه؟ عندي هنا مجمل ربح صح؟ الجانب المديد نروح هناك فين؟ في الجانب الشمال او بكام؟ بسالاتة وسبعين الف اللي احنا جايبينها في حساب وضاعة الفرع قلنا بنحط في الجانب اليمين المصاريف وفي الجانب الشمال الايرادات عندي هنا خصم مسموح به ده مصروف ولا ايراد؟ مصروف ب3000 ادي الخصم مسموح به هناك 3000 عندي مصروفات ادارية يقول لك مصروفات يبقى في الجانب المدينة ب1500 طب الخصم المكتسب فيها فيه بلود تانية خلاص دي خرص دي خرص الخصم المكتسب اللي في السؤال ده مصروف ولا ايراد؟ ايراد يبقى في الجانب الداين ب1000 اجمع الجانب المدينة تلاتة زايد 1000 ونص يديني 4000 ونص اجمع الجانب الشمال تلاتة وسبعين الف زايد 1000 يديني 4 وسبعين الف طيب انهي الاكبر طبعا الجانب الداين اكبر فلازم الاتنين يساووا بعض على قد كبير اقول هنا الجانب المدينة لازم يبقى 74000 طب ايه المكمل؟ 74000 ناقص 4000 ونص ها يديني الفرق 96500 ال69500 دولي اسمهم ايه؟ اسمهم صافي ربح الفرع هي لها مشكلة؟ طيب ده في حالة تسعير بالتكلفة ما اعتقدش ان فيه مشكلة كده احنا حددنا ازاي نحسب نطلع بضاعة الفرع ونطلع منها مجمل الربح ونعمل حساب بضاعة مرسلة للفرع عشان نشوف المشتريات بتاعتي يؤدي واخر حاجة عرفنا ازاي احسب حساب ارباح او خسار الفرع عشان نشوف صافي ربح او خسارة الفرع تعالوا نخش بقى على طريق التسعير التانية اللي هي التسعير بسعار البيع طب عنده الحل اللي احنا حلناه في الورد التسعير بسعار البيع طيب هنعمل نفس الحسابات اللي احنا بنعملها بقى عمل حساب بضاعة الفرع طب بقى يعني نفس بنفس البنود عندي حساب بضاعة مرسلة للفرع عندي حساب ارباح او خسار للفرع طب ايه الجديد عندي يا ابو حميد عندي حساب جديد اسمه ايه حساب تسوية الفرع طيب هسألكم سؤال عشان بس نفهم الدنيا ماشية ازاي في حساب بضاعة الفرع دي مش انا بعمل حرفي الجنب المدين فيه المشتريات بتاعتي والبضاعة اللي انا اشتريتها والجنب الدين فيه المبيعات بتاعتي ما زلنا اخر المدة صح كده طيب مشترياتي في الجنب المدين بالتكلفة مبيعاتي في الجنب الشمار بتحطي بسعر البيع فبالتالي اقدر اطلع مجمل ربح او خسار صح كده انا غلطان طيب ما بالك ان انا بقولك ان انا البضاعة اللي جيالي من المركز الرئيسي بتتسجل عندي بسعر البيع يعني مشترياتي بتسجل عندي بسعر البيع ومبيعاتي بتتسجل عندي بسعر البيع تفتكروا حساب المنتجرة هيطلع لي مجمل ربح او خسارة طبعا لا هنبص كده هنا المفروض الجنب اليمين ده كله مثلا هيطلع الف فالجنب الشمال كله هيطلع الف ما هو انا بضعطي ومشترياتي من الفرع وكل حاجة متسجلة بسعر البيع يعني الجنب اليمين ده متسجل بسعر البيع طب الجنب الشمال مبيعاتي بتسجل بسعر البيع والبضاعة اللي عندي في اخر المدة وكل البضاعة اللي عندي بتسجلها بسعر البيع فبالتالي الجنب اليمين طبيعي هيساوي الجنب الشمال ده الطبيعي طيب في احتمال ان ممكن الجنب اليمين ما يساويش الجنب الشمال اه دي هنعرفها بعدين بس طبيعي المفروض المفروض ان الجنبين يساوي بعض طيب فانا دوري اعمل ايه بقى دلوقتي دورك انك تبص على كل حاجة او كل بند في حساب المتجرم اللي هو حساب بضاعة الفرق تبص على اي حاجة فيها كلمة بضاعة اي حاجة فيها كلمة بضاعة هتروح كده تجيب الرقم بتاعها وتشوف تكلفته كام والربح بتاعه كام تاني هتجيب كل حساب في بضاعة يعني ايه عندي هنا بضاعة اول المدة لازم اجيبه لازم كده اعمله ايه اه تمهيد للحل لوحده عندي بضاعة مرسلة للفرع لبردو لوحده عندي هنا كلمة بضاعة بضاعة مرتدة دي معايا بضاعة اخر المدة بردو معايا طيب ايه اللي هيحصل انا كل بند من دول بصوا مفصصوا ايه كل بند متعلم باللبني ده اوله كلمة بضاعة هتلاقي تحكي لازم حاجة اسمها تسويت الفرق ده الحساب الجديد بتاعي اللي انا عايز اطلعه دوره ايه هتعرفه دلوقتي دوره ان انا كل كلمة فيها بضاعة او كل حرك او كل بيان في كلمة بضاعة سواء اول المدة اخر المدة مرسلة من المركز او مرتدة للمركز بعمل ايه المفروض الحاجات دي معمولة بسعر البيع لأ انا سعر البيع ده عبارة عن تكلفة زائد ربح صح او انا غلطان فكل بعمله بفصص سعر البيع ده لجزئين تكلفة وربح تكلفة وايه وربح ربح ده عبارة عن ايه الفرق ما بين سعر البيع والتكلفة الفرق ده بيتحط فين بيتحط في حساب اسمه حساب تسويت الفرع حساب تسويت الفرع ده بيعمل لي ايه ده اللي هطلع منه مجمل الربح او الخسار حساب تسويت الفرع حساب تسويت الفرع ده اللي انا هطلع منه ايه مجمل ربحي او خسارتي تمام طيب بعد بعد كده بعد ما فصصت البضاعة اللي عندي عرفت تكلفتها قد ايه وسعر بيعها قد ايه تمام وطلعت الفرق حطته في حساب اسمه تسوية الفرق هنا في الحساب ده باجي تحت بعمل حساب اسمه حساب تسوية الفرق حساب تسوية الفرق ده كل حاجة هنا في الجنب المدين تحت اسم تسوية الفرق بتروح في الجنب الشمال وكل حاجة هنا في الجنب الشمال ليه علاقة بتسوية الفرق بتروح في الجنب اليمين والفرق ما بينهم يا مجمل ربح يا مجمل فسارة بالمنظر ده. عندي بضاعة الفرع آخر المدة. بضاعة الفرع آخر المدة. اهو. التسوية بتاعتها. وعندي حاجة اسمها هنا ببضاعة المرتدة. كل دول كانوا في الجنب الشمال فوق. بقوا في الجنب اليمين. طيب ودول كانوا في الجنب اليمين بقوا في الجنب الشمال. او للمدة والمرسلة. والفرق ما بينهم. يا مجمل ربح يا مجمل خسارة. تمام? طيب. حساب الارباح والخسائر هو هو نفس القصة. بجيب مجمل ربح او مجمل الخسارة بس منين بقى من حساب تسوية الفرع. تمام؟ لو عندي مجمل ربح هنا في الجنب المدين يروح هناك في الجنب الشمال. طيب لو عندي مجمل خسارة هنا في الجنب الشمال يروح في حساب اربعة فسائر في الجنب اليمين بتحط هنا اي مصاريب بتحط هنا اي ارضات بالخاصة للفرع والفرق يا ربح يا خسار. ونفس القصة حساب بضاعة مرسلة للفرع. بشوف انا جالية دي من المركز الرئيسي. اطرح منه البضاعة اللي رجعت لي. هيديني اللي انا ايه? هيديني اللي انا اشتريته. السؤال. ده كده القوائم والجدول بتاعتنا وناخد عليها مسال والدنيا هتبقى زي الفل. فيش مشكلة. انما السؤال دلوقتي. فيه احتمال يبقى الجانب ده. انت بتقول لي يا ابو حميد اني مدام في حالة التسعير بسعر البيع. قلت لي الجانب اليمين اللي هي تكلفتي متسعر بسعر البيع. طب والجانب الداين ما بيعاتي بسعر البيع. فلازم فالجانبين كنا هيبقوا متساويين. الجانب المدين هيساوي الجانب الداين. فيه احتمال يبقى الاتنين. مش قد بعض. اه. ممكن تلاقي هنا. الجانب ده اكبر من الجانب ده. هيبقى فيه اختلاف. هيبقى فيه اختلاف. اللي اختلاف ده هنسميه ايه? هنسميه عجز البضاعة. هتلاقيوا هنا الجانب الداين. وقال ليكم مثلا. مفروض الجانب الداين يبقى الف. الجانب المدين الف. المفروض. اللي حين لو جمعنا هنلاقي ده مثلا ده الف. وده تسعمائة وتمانين. فالعشرين بتتحط كعجز. هل كلها بتتحط كعجز? هنعرف دلوقتي الدنيا مش هزيه. بص يا سيدي. في حالة اني فيه اختلاف في حساب المنتجرة. في حالة سيار البيع. اللي هو حساب بضاعة الفرق. هتبص على حاجتين. هل العجز ده طبيعي? هو قال لك كده العجز طبيعي? كل. كل. المبلغ بتاع العجز. يعني مثلا لو العجز المخزون الطبيعي ده بمتين جنيه. فالمتين جنيه كلها. يتحط فين? يحمل بالكامل على حساب التسوية. في الجانب المدين. هنا. احط هنا متين. واقول الى حساب التسوية. متين الى حساب التسوية. تمام? طيب. في حالة ان العجز كان غير طبيعي. عندي احتمالين. غير طبيعي يعني بسبب اهمال على سبيل المثال. او بسبب ظروف عرضة. هنبص على اللي غير طبيعي ده. حصل ليه? لو عرفت مين اللي اللي تسبب في العجز ده. ممكن على سبيل المثال. امين المغزن. حرق بقصد بعض المغزون. سرق. مغزون. تمام? او في احتمال تاني خب. لو البضاعة اللي حصل لها عجزي كانت مؤمنة عليها. طيب انا عندي في الجنب اليمين في حالة العجز الغير طبيعي. اما البضاعة دي ام متأمن عليها. او ان انا عرفت مين اللي تسبب في العجز على سبيل المثال امين المغزن. ايه اللي ممكن يحصل? قال لك خد بالك. مش عجز البضاعة دي. انا جبت لك سير البضاعة. البضاعة دي ان هي مقومة بسعر البيع. قال لك بص صفها لي برضو. صفها لي. طلع لي منها تكلفتها قد ايه? وربحها قد ايه? تكلفتها كده كده هاخدها من شركة التأمين? او من امين المغزن اللي تسبب في العجز ده. طيب الربح. قال لك حطهولي في الجانب المدين في حساب التسوية. حط العجز ربح العجز فقط. حطهولي في الجانب المدين في حساب اسم ايه? حساب التسوية. طيب. لو العجز انا مقدرتش احدد مين المسؤول عنه. والبضاعة ما كانتش متأمن عليها. قال لك بص يحمل ربح العجز برضو في الجانب المدين في حساب التسوية. بقى هنا مفيش اختلاف. عشان نبقى عارفين. كان العجز طبيعي كل المبلغ كل المبلغ يحمل بالكامل على حساب التسوية. كل المبلغ بتاع العجز تحط في حساب التسوية في الجانب المدين. طيب. هو كله اصلا بيتحط في حساب التسوية في الجانب المدين. بس بعض الاختلافات بس بس بسيطة. هنا كامل المبلغ في حساب التسوية. طيب لو كان امين المغزن او كانت البضاعة مؤمنة عليها في حالة العجزة غير طبيعي قال لك حط الربح بس في الجانب المدين في حساب التسوية طيب لو كان غير طبيعي بس ما قدرتش حد من المسؤول قال لك حط برضو في الجانب المدين في حساب التسوية الربح بس طيب التكلفة قال لك حطها في حساب الأرباح أو الخسار كخسارة أو كمصاري في الجانب المدين تمام تمام تعالوا نشوف مع بعض سؤال وهنفم إحنا بنتكلم فيه يقوم المركز الرئيسي لمنشاة الاتحاد بإرسال بضاعة بضاعة إلى فروع غير مستقلة مقاومة بسعر البيع الذي يتضمن سعر البيع يتضمن تكلفة 30% منه معد الربح سعر البيع يتضمن تكلفة تكلفة ارجع لسيكشن بتاع الأقسام واتعرف نقصد إيه لما اتكت على كلمة تكلفة يتضمن تكلفة 30% منه معد الربح وفيما يلي العمليات الخاصة بفرع بنها وقال لك بين قصين العجز مسؤولية أمين المغزن إداني بعض البيانات رصيد بضاعة أول المدة 140 بضاعة مرسلة للفرع 5550 مبيعات أجيلة 430 مبيعات نقدية 300 رصيد بضاعة أخر المدة 70 بضاعة مرتدة لمركز 30 مرضوضات من العملة 160 متحصلات نقدية من العملة 119 مصرفات الفرع 44 جنين عايز طلع لي عجز البضاعة عجز البضاعة ده ما يجيبه منين من حساب أنا تسعير إيه تسعير بسعار البيع خلا طلع لي عجز البضاعة قلنا عجز البضاعة ده بيجي منين من حساب بضاعة الفرع تعالوا نعمل حساب بضاعة الفرع أو حساب بضاعة الفرع قلنا بيتكون منين حساب بضاعة الفرع بيتكون منين نفس القصة اللي احنا كلنا فيها الجانب المديني والجانب الداين تمام أنا المفروضة عندي هنا رصيد بضاعة أول المدة ب140 جنيه السؤال أحط ال140 جنيه كلهم هنا أحط ال140 كده لا ارجع معي وفتيكتر كده وقال لي أبو حميد لا دي احنا بنصعر بسعر البيع الساب المتجرة هو هو نفس البنوط بس لازم أي حاجة فيها كلمة بضاعة قلت لي فصلها لي أو الرقم اللي انت بالدهوني ده اللي هي 140 ده عبارة عن سعر البيع انت قلت لي أنا فاكر ان المية واربعين دي أو السعر اللي عنده لازم أفصله أفصل التكلفة أشوف التكلفة بقد إيه خليها لوحديها واشوف الربح بقد إيه واخليه لوحده الربح هخليه في حتة اسمها تسوية الفرع تمام طيب يواني يعمل حاجة اسمها تمهيد للحل صحي كده ولا أنا غلطان خلو نشوف أنا عندي هنا رصيد نحط البيان أو نحط الحاجات اللي احنا ممكن نكون محتاجينها عشان نفصل تكلفتها لوحديها وسعر البيع الواحد أو الربح الواحد ديني بعمل الجدولة هو تمام تعالوا نشوف مع بعض بضاعة أول المدة صحي كده عندي ايه تاني ايه ايه كل اللي في السؤال عندي في حاجة مرتبطة بالبضاعة ادي بضاعة اول المدة خدناها عشان نفصلة بضاعة مرسلة الى الفرع بضاعة مرسلة الى الفرع اهو عندي ايه تاني مبيعات اجيرة مبيعات نقضية رصيد بضاعة اخر المدة اهو معاي بضاعة اخر المدة بضاعة اخر المدة تمام في حاجة في السؤال اللي هي علاقة بالبضاعة بضاعة مرتدة للمركز اه دي عندي هنا بضاعة مرتدة للمركز في حاجة تانية مرضات متحصلات مصروفة نفيش حاجة تانية تعال نحط هنا سعر البيع اللي هو مدوني في السؤال مخزون اول المدة بمية واربعين جنيه اهم بمية واربعين جنيه بضاعة مرسلة الى الفرع بخمسمية وخمسين جنيه بضاعة مرسلة الفرع بخمسمية وخمسين جنيه عندي هنا رصيد بضاعة اخر المدة بسبعين وبضاعة مرتدة بتلاتين ايدي السبعين وايدي البضاعة المرتدة بتلاتين ده سعر البيع تقدر تطلع علي الربح بكم مع العلم مع العلم إن هو قال لك فيه السؤال يقوم المركز الرئيسي لمنشاة الاتحاد بإرسال بضائع إلى فروع غير مستقلة مقاومة بسعر البيع الذي يتضمن تكلفة 30% منه معدل ربح طيب هو هنا معلش هنعدل دي مع بعضينا هنشير كلمة تكلفة هنشير كلمة تكلفة تمام حتى الأرقام لا تتغير معنا لا تضرب معنا هي هنا المفروض يقوم المركز الرئيسي لمنشاة الاتحاد بإرسال بضائع إلى فروعه غير مستقلة مقاومة بسعر البيع الذي يتضمن 30% منه معدل ربح يبقى أنا عندي هنا 30% من سعر البيع معدل ربح أدي سعر البيع يبقى الربح بكام الربح بس أقول 140 في 30% هيديني 42 جنيه ربح طيب الـ 550 أقول 550 في 30% هيديني ربح بس بـ 165 جنيه طيب بضاعة آخر المدة أقول 70 في 30% هيديني 21 جنيه بضاعة مرتدة للمركز اللي هي 30 في 30% هيديني الربح بـ 9 جنيه طيب التكلفة مش التكلفة يا فرق يا بدون التكلفة عبارة عن 1 مقص 2 140 مقص 2 و40 هيديني التكلفة اللي هي 98 جنيه 550 مقص 165 هيديني 385 طيب 30 مقص 9 30 مقص 9 هيديني 21 70 مقص 21 هيديني 70 مقص 21 هيديني 49 جنيه طيب أنا كده يعني ايه صفيت أو يعني فصلت التكلفة الوحديها والربح الوحديها عن سعر البيع طبام يلا نحل كده هنشيل بقى المية واربعين دي تقول لي تحط في أي حاجة لها بضاع بسعر التكلفة وأي ربح تحط في حساب تسوية الفرع تمام؟ هنبدأ بضاعة أول المدة كانت بكام؟ هنحط تكلفتها تكلفتها بكام؟ بـ 98 جنيه 98 جنيه ربحها كام؟ ربحها 42 جنيه هنحطها تحتيها في اسم هنخليها تسوية الفرع تمام؟ اعدي الـ 42 جنيه الـ 42 جنيه الـ 42 جنيه الـ 42 جنيه هنجمعوا مع بعضها هديك المية واربعين بس بدل ما حط المية واربعين كلهم على بعض لا بافصلها بافصل التكلفة الوحدية هنا هوا والربح بحطه في حساب اسمه تسوية الفرع طيب عندي هنا بضاعة مرسلة للفرع بضاعة مرسلة إلى الفرع بكام؟ تكلفتها كام؟ تكلفتها 385 هنجمعوا بـ 385 طيب ربحها كام؟ تحتيها على طول تسوية الفرع ربحها ربح البضاعة كان بـ 165 هنجمعوا بـ 165 تمام؟ طيب بضاعة أول المدة بضاعة آخر المدة تكلفتها كانت بكام؟ 49 جنيه هنجمعوا بـ 49 جنيه ربح البضاعة دي كان كام؟ 21 جنيه هتلاقي تحتيها تسوية الفرع بضاعة مرسلة أو مرتدة للمركز تكلفتها كام؟ تكلفتها 21 جنيه بضاعة آخر المدة الربح 21 جنيه 21 جنيه مزبوطة بضاعة مرسلة مرتدة للمركز تكلفتها كانت كام؟ تكلفتها 21 جنيه ربحها كان كام؟ ربحها تسعة جنيه في حاجة تانية في السؤال مفروط تتحط في حساب بضاعة الفرع؟ تعالوا نبص على بيات السؤال احنا خدنا باعة أول المدة وبضاعة المرسلة مبيعات آجلة تحط في الجانب اليمين والشمال تحط في الجانب الشمال بسيارة بيع مبيعات آجلة ب430 جنيه مبيعات نعدية بتلتمية تحط في الجانب الشمال بتلتمية جنيه تمام؟ طيب مرضوضات من العملاء دي مرضوضات مبيعات تتحط في الجنب اليمين مرضوضات مبيعات ب160 جنيه تمام؟ يبقى احنا كده خدنا مبيعات آجلة خدنا مبيعات نقدية وخدنا المتعلم بالبرطاني وخدنا مرضوضات من العملاء متحصلات نقدية من العملاء المتحصلات النقدية تهمل انا مليش دعا بيها ده كاش داخل وكاش خارج انا مليش حساب للنقدية مليش علاقة بالمتحصلات النقدية مصروفات الفرع دي معانا بس في حساب ايه؟ في حساب ارباح او الخسائر اش في حساب بضاعة الفرع تعالوا نجمع؟ تعالوا نجمع مع بعض بجمع الجانب اليمين دول طلع لي 850 بجمع الجانب الشمال بجمع الجانب الشمال طلع لي 830 اش احنا اقول ما المفروض اللي اتنين يساوي بعض وده بسعر البيع وده بسعر البيع اللي هي الرقمين يعني الرقمين دول مع بعض يعتبر سعر البيع رقمين دول مع بعض سعر البيع كل دول سعر البيع فالمفروض 850 في الجانب اليمين يديني 850 في الجانب الشمال بجمع طلعي فرق معانا كده اني في ايه؟ في عجز بقد ايه؟ المفروض دي تبقى 850 على قد الكبير فانا عندي فرق بقد ايه؟ فرق المكمل بتاعي انه كان 830 هتبقى 850 فانا عندي 20 جنيه لا اسم ويه؟ 20 جنيه حساس 20 جنيه عجز البضاعة الاجابة بتاعتي هو طالد مني ايه في الاول قال لي عايز عجز البضاعة ايه دي عجز البضاعة يعمل حاج بـ 20 جنيه فبسؤال الثاني عايز رصيد حساب تسوية الفرع احنا قلنا رصيد حساب تسوية الفرع ده بنحط في ايه؟ اي حاجة هنا في الجانب اليمين بتحطي في الجانب الشمال يعني ده ممكن نعلمه بلون مختلف في الأصفر ده في الجانب اليمين تحطي في الجانب الشمال وده وده في الجانب الشمال يتحطي معنا في الجانب اليمين تمام؟ تمام هنعمل الكلام ده ونشوف ايه لنقص تسوية ده كان في الجانب اليمين صح؟ اللي هو بضاعة أول المدة تسوية الفرع الخاصة ببضاعة أول المدة بكان بـ 42 عطي في الجانب الشمال اهو بـ 42 تسوية بضاعة أول المدة عندنا بضاعة مرسلة للفرع يبقى تسوية الفرع الخاصة بالبضاعة المرسلة كانت في الجانب اليمين تروح في الجانب الشمال بـ 165 بـ 165 تعالوا اللي في الجنب الشمال بضعة باخر المدة الربح بتاعها كان ب 21 جنيه تحط في الجانب اليمين طيب بضاعة مرتدة للمركز كان رفعها 9 جنيه تحط في الجانب اليمين علنا برضو حاجة بقى مش هي بقولك عجز البضاعة بضاعة يبقى برضو الرقم ده عبارة عن سيار البيع لازم افصل العجز البضاعة انا هتلاقي رقم كام 20 20 ده يتمر سعر بيع ربح الربح بكام اولي 20 في 30 في المية هيديني 6 جنيه طيب التكلفة 26 هيديني 14 جنيه انا ههميني ايه الربح بتاع العجز الربح ده اولا احط الستة ولا احط الاربعتاشر ولا احط ال 20 في عجز البضاعة حتى فعنا انه بكل احوال العجز ده هتحط في الجانب المدين في حساب التسويق صح؟ العجز ده بعد ما طلعوا اشوفوا رقم مبادية هتحط في الجانب المدين في حساب التسويق هنا بس احطه بالكامل احط بعشرين ولا احط بالربح بس ولا ايه الدنيا لو رجعنا للسؤال قالك ان العجز مسئولية امين المغزن ولما احنا شرحنا اقولنا في حالة ان العجز عند امين المغزن قالك حط ربح العجز فقط على حساب التسويق وتهمل التكلفة وتهمل التكلفة طيب انا هعمل نفس الكلام ده كده هل؟ ااخد الربح بس اهو الستة جنيه اعطوهم في الجانب المدين اعطوهم في الجانب المدين في حساب التسويق اهو ستة جنيه هجمع الجانب المدين هتديني ستة و تلاتين جنيه اجمع الجانب الداين هيديني ميتين و سبعة طيب الفرق ما بينهم لازم الجانب الصغير يساوي الجانب الكبير لازم من الاتنين قد بعض فلازم اخلي الستة و تلاتين دي تبقى كام ميتين و سبعة ميتين و سبعة نقل ستة و تلاتين يديني المكمل نقل كام بمية واحد و سبعين جنيه بمية واحد و سبعين جنيه دول عبارة عن مجمل الربح ده اللي انا عايز اوصله اجابت السؤال الثاني حساب تسوية الفرق او ممكن يقولك مجمل الربح او مجمل الخسارة يعني بدل من يقولك حساب تسوية الفرق ممكن يقولك مجمل الربح او خسارة الفرق كام بمية واحد و سبعين جنيه احنا لسه نطلعينه اخر مطلب عندي اللي هو حساب ارباح او خسار الفرق أنا عندي هنا خ precis مجموعة الربح بمية وسبعين أحطهم في الجانب اللوخ المادين بمية وسبعين بمية وسبعين هلي عندي لدينا و ؟ لديش اردات Illinois لدي أردات المادين مصريف بcard 44 جنيه أدي 24 جنيه في خ نام المدينة. يبقى انا عندي صافي ربح ولا اخسارة? عندي صافي ربح. بكام? المفروض كده اللي اتنين دول. الاجمالي. الاجمالي مفروض يبقى هنا قولنا كامب اربعة واربعين. ١ هنا مية وسبعين وهنا اربعة واربعين. ايراداتي بمية وسبعين ومصاريتي باربع واربعين. انا كده كسبان كام. الفرق ما بينهم. اقول مية وحد وسبعين مايس اللي اربعة واربعين هيديني مية سبع وعشرين صافي ربح. وبالتالي الاجابة الصحة تبقى مية سبع وعشرين صافي ربح. طيب. کده احنا خلصنا التسعير في حالة البيع. في حالة التسعير بالتكلفة المعلنة اللي هي النقطة الثالثة والأخيرة ان شاء الله. هنتفقدنا ان انا عندي ان سعر التكلفة لو بألف وسعر البيع ألف ونصف فالتكلفة المعلنة اللي هي حاجة بين البنين هي ولا تكلفة ولا سعر البيع. هبيع مثلا او هدي الفرع بضاعة بألف وثلاثمائة جنيه. دي حاجة في النصف صحيح كده طيب. الاختلاف ما بين التكلفة المعلنة هي هي نفس الخطوات بتاعة سعر البيع واحنا شغالين بس فيه اختلاف صغير. انتفقدنا ان في حساب بضاعة الفرع عند التسعير بسعر البيع لازم الجنبين. مش لازم يعني. المفروض الجنبين يساوا بعض. لو حصل اختلافي عندي عجزة في البضاعة. والمجمل الربح بيظهر لي بس في حساب التسوية. في التكلفة المعلنة مجمل الربح هيجيبه من حسابين. هيظهر عندي في جزئين. الجزء الاولاني هيظهر في حساب البضاعة. والجزء التاني من مجمل الربح او خسارة هيظهر عندي في حساب التسوية. اللي اتنين مع بعض مجموعهم يديني مجمل الربح او خسارة الفرع. ما ديجو نشوف. تعالوا نشوف المثال ونبدأ نحل عليه مباشرة وهنفهم ان شاء الله. قامت الشركة بارسال البضاعة الى فروع غير المستقلة بسعر ايه؟ بسعر التكلفة المعلنة والتي تعادل هنا صاحبة والتي تعادل التكلفة الاصلية مضافا اليها تلاتين في المية منها. وفيما يالي ببيانات بضاعة بضاعة مرسلة للفروع بواحد وتسعين الف. مصروفات الفرع خمس تلاف. بضاعة اول المدة ستواع عشرين الف. بضاعة اخر المدة بآآ بثلاتاشر الف. مجاعة نحدية واحد وتلاتين الف. مباشرة تسعة وتسعين الف. ومتحصلات نقدية بسبعتاشر الف. عايز رصيد حساب بضاعة الفرع. تعالوا اني من حساب البضاعة الفرع. اهو. عشان ابدأ اعمل حساب بضاعة الفرع. قلنا في سعر ببيع. او في التكلفة المعلنة. لازم افصل اي حاجة فيها كلمة بضاعة. افصل التكلفة عن الربح بتاعها. يعني هو بيدهلك بسعر. اه وليكن سعر ايه. سعر بيع. السعر اللي مدهولك الخاص باي بضاعة. افصل منه التكلفة الوحدية. وهي مش الربح الوحد. فنفس الوضع هنا. عندي هنا ايه اللي في ايه اللي فيها كلمة بضاعة. لانا افصل التكلفة عنها مش الربح. عندي بضاعة مرسلة بضاعة اخر المدة. لدي طبعا دي مليهاش حاجة. ممكن نشيلها عادي. تمام؟ بضاعة اخر مدة. بمجزولين اول المدة كان بكام? ب26 الف. ادي التكلفة المعلبة ب26 الف. البضاعة المرسلة ب91 الف. ادي ال91 الف. بضاعة اخر مدة ب13 الف. بضاعة اخر مدة ب13 الف. بضاعة اخر عن التكلفة. اطلع الربح ازاي؟ وبيقولك ايه؟ اخو بالك الربح بتاعي عبارة عن 30% من التكلفة. بس من التكلفة الاصلية. وقتلك لما يديك النسبة من التكلفة الاصلية. اهل؟ او من التكلفة. يبقى النسبة بتاعتك تباست على مقام. باست على مقام. ايه الباست بتاع النسبة? ايه المقام بتاعي? النسبة زائد مية. فلما اجا اطلع الربح بتاع مقزنا اول مدة اول 26000. في 30 اللي هي النسبة بتاعتي على مية زائد 30 يديني 130. على الحسبة هديك الربح ب 6000 جنيه. نعملها تاني. بضع المرسلة تكلفة المعلقة ب 900000. الربح بتاعي اول 91000. في 30. على مية وتلاتين يديني 21000. طب بضعة اخر مدة 13000. اطلع ربح ازاي؟ 13000. في 30. على مية وتلاتين يديني 3000. طب التكلفة عبارة عن واحد مقس اتنين. يعني 26000. مقس 6000 يديني 20000. 91000. مقس واحد وعشرين الف يديني 70000. 13000. مقس 3000 يديني 10000. كده احنا خلصنا تمهيد الحل. تعالي بقى نحل. بعمل حساب بضعة الفرع اللي هو طلبه مني. فاحطينا بضاعة اول مدة بالتكلفة. بضاعة اول مدة بالتكلفة بكام؟ بعشرين الف. ربحها كام؟ ربح بضاعة اول المدة. اللي هو اسم تسوية الفرع. ب 6000. احط هنا 6000. بضاعة مرسلة للفرع. تكلفتها كام؟ سبعين الف. ادي السبعين الف. ربحها كام؟ 21000. ادي الواحد وعشرين الف. مخزون اخر المدة. تكلفتها كام؟ بعشر تلاف. ادي العشر تلاف. طب ربحها كام؟ تسوية الفرع دي اللي هو ربح بضاعة اخر المدة هنا. بكام؟ الربح ب3000. احط هنا ب3000. في عندي حاجة تانية في السؤال. ليه علاقة بحساب بضاعة الفرع؟ اه. مبيعات نائدية ب 31000. ادي مبيعات النائدية ب 31000. حاجة تانية. عندي هنا مبيعات آجلة بتسعة وتسعين الف. مبيعات آجلة بتسعة وتسعين الف. في حاجة تانية. قلنا المتحصلات ماليش دعوة بيها. ادي المتحصلات بالاحمر ماليش دعوة بيها. ممتاز. مصروفات الفرع بتحطي معي بتحطي في حساب ارباح او خسائر. طيب. ممكن نرصد. نرصد. اجمع الجانب المدين هيديني 117000. اجمع الجانب الداين هيديني مية تلاتة واربعين الف. انهي الاكبر. اكيد الجانب الشمال لانهو مية تلاتة واربعين الف اكبر من مية وسبعتاشر. والفرق هيكون مكمل في الجانب المدين. عشان يكملي الرقم يوصلني المية تلاتة واربعين الف. ايه اول من مجمل الربح. لازم اعمل حساب التسوية. علشان اوصل لمجمل الربح الكلي بتاع الفرع. يبقى اجبت السؤال بتاعتي. ستة وعشرين الف. زي ما اي حاجة فيها تسوية هنا في الجانب المدين تروح هناك في الجانب الشمال. اي حاجة فيها تسوية هنا في الجانب الشمال تروح هناك في الجانب اليمين. تعال كده ايه هدي هنا ستة الاف هون. في الجانب اليمين تروح هناك ستة الاف. في الجانب الشمال. هنا واحد وعشرين الف في الجانب المدين تروح هناك بايه في الشمال. واحد وعشرين. طب هنا فيه تسوية اه كان في الجانب الداين بتلات تلاف تروح في الجانب اليمين بتلات تلاف اهو. يلا نرصد هنا تلات تلاف. هنا 3000 وهنا 27000 يعني الأكبر طبعا 27000 فهيحطي هنا 27000 بدل التلاف وحطي المكمل كمان 27000 إن وسط لاتة هيديني 24000 إيه اللي 24000 دي؟ هتبقى مجمل الربح هل كل مجمل الربح؟ لأ ده الجزء التاني من مجمل الربح طيب كل مجمل الربح بكام؟ مجمل الربح الكل بتاعي كام؟ هتقول لي 24000 زائد 26000 هيديني 50000 طيب 50000 دول هيروحوا فين؟ هو ده اللي عايزوا منك في الطلب التالت وعايز توصل لحساب أرباح أو خسائر الفرع حساب أرباح أو خسائر بحط مجمل الربح أو الخسارة بابدأ أطرح مصاريف أو أجمع إرادات تعالوا نشوف حساب أرباح أو خسائر قادي هنا هو مجمل الربح الأولاني ب 26000 تحط في الجانب الشمالي طيب المجمل الربح التاني كان بردأ أرباح أو عشرين ألف مش إحنا قلنا إجمالي مجمل الربح بتاعي بـ 5000 ألف أو الخمسين ألف في عندي أرادات تانية ما فيش إرادات طب فيه مصاريف آه بصري كده قالك مصاريف الفرع بـ 5000 فيدي عندي هنا الـ 5000 عني الأكبر الـ 5000 أولا الـ 5000 أكيد طبعا الـ 5000 ألف فأخلي الجن بديمين بـ 5000 5000 ألف لأس خمسة هجيني المكمل اللي هو بـ 45000 وده إيه هو؟ ده صافي الربح اللي هو طلبه من معاليك يبقى الإجاب بتاعتي بـ 45000 كلام ده فيه مشكلة إيش مشكلة طبعا وده الحل اللي إحنا علناه في الورد أتمنى تكون الموضوع بسيط ووصل لكم بمنتهى سهولة والكلام كله بيتكرر بعد وسط المسترحات بتتغير إنما فهمنا إزاي الجدول بيتعمل وإزاي بنرصد وعرفنا إيه بيتحط في الجانب المدين وإيه بتحط في الجانب الموضوع بمنتهى البساطة إن شاء الله توفيريكم في الميتر توفيريكم إن شاء الله في الميتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته